صباح النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات كديرين بخير لبس عليكم صحيحة لاباس نتمنى تكونوا بخير على خير وصحة جيدة ان شاء الله ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال اليوم البنات غدي نحضر معكم الطريقة ديال تحضير الكفتة الطريقة ديالي بشكر قدها على حساب باش نديروها الشيواء موهم عندي هنا البنات واحد جوج كيلو ديال الكفتة كما كتشوفو راهما مطحونين مع شوية ديال كنطحنهم مع شوية ديال الشحمة ديال ديال الكيلي وكنزيد عليهم هنا واحد شوية ماشي شوية واحد الحبة ديال الباصل مقطع الطريفات كنزيد عليهم هنا القصبر تهوايا والمعدنوس تهما مقطعين وكنضيفوا الملحة حسب الطوق لان عندي جوج كيلو هنايا كندير مع القصغيرة شوية باش كيجي هو هادا كبلا ما كيزيدوا الملحة عندي هنايا واحد نصف مع القاديا الكامون وعندي هنايا اخضيت واحد نصف مع القاديا السكين جبير عندي نصف مع القاديا اللي بزار البنات ام كندير في المونتاج وشتات بارك الله راي نصف مع القاديا ضايحة اللي عندوش تبصحته وراحته ولي ما عندوش اللي اللي يسهل في شي شتيوه وعندنا هنايا واحد مع القاها كاك ديال الكوركم ديال خارقوم انا درت مع القاة كبيرة ديال مع القاة صغيرة عامرة على حساب باش تعطيني اللون وغادي نزيد هنا واحد شوية ديال فلفل احمر الحار وغادي نزيد هنا واحد الرش ديال ديال عصر الحامض عندي هنايا واحد نصف كاس ديال الزيت تقريبا واحد ثمانين ميلي لتر وطبيعة الحال ما قادر الكمية ديال التوابير لك تبقى حسب حسب الرغبة يعني تقدري تقلي تقدري تزيدي وصافي كنستمرو كنجمعو كاعا الخالط ديال كفتا مع التوابير هذا وشكل ديالهم وصافي غادي نخليهم البنات يرتاحوا شوي انا ما غاديش نخليهم يرتاحوا انايا هنا غادي نديرهم كويرات وغادي نخليهم يرتاحوا واحد المودة حتى يشربوا على خاطرهم عذو التوابير يعني غادي نخليهم ساعة ولا ساعتين هكا كبينتو ما بغيت ندير نشويهم عادة كان المهم ترقتوهم شوية اللحم كيترقل شوية باش كي يجي زوين كيما كتشوفوا انا كنديرهم كويرات اللي بغايد ديرهم على شكل طولي كديروهم وهذا وشكل ديالهم انا درتم هاكا كويرات وغادي نخليهم على جانب حتى نبغين نوجدهم حتى نبغين نقدمهم عاد غادي نشويهم وهنا البنات العشاق الفاخر العشاق الشيواء على الفاخر هادي الطريقة جديدة اللي بغايد ديروا فالطار بالنسبة لي انا يفوق مني عندي السكان الفوق تيكونون عشرين حويجات هذا ما كان قدرش نشعل الفاخر في البالكون ايوا هادي الطريقة جديدة ديالي لوليد كندير كندير هادي شوية دير الطبلة رايزوين البنات كتجي زوينه كتشمو ريحت ريحت الفاخر حسن من هادي شوية ديال الضو موهما البنات كي ما كتشوفو هنايا عندها هاد جيل دياله كتديري كتشعلي بالنسبة لي ما عندوش اللي عندهم رغي يكونوا عارفين الطريقة كيفيش يخدموها هاد جيل هادا كتديرو على حساب المدة اللي بغيتو بغيتو تكترو لكن لكنتو غادي تديرو بزاف ديال الفاخر لكانت كبيرة لكانت صغيرة على حساب وهاد البلاسة اللي بنات هنايا كندورها على اعلى درجة هي اللي كتطلق ذاك البرد باش كيشعلي الفاخر كتبقى تطلق البرد وكتحطي الفاخر هاكا وهذاك البرد كيبقى يطلع مع هاديك العافية ديال اللي شاعله وصافي كنغلقو عليها وكنخلي والفاخر يشعلي على خاطرة كتخلي وفي الكوزينا ما كتحتاجوش ولا في الطابلة ديال ستالون ولا ما تحتاجوش تخرجوها نهائيا ما كتديرش دخان بزاف ما كتديرش ما كتديرش هادك كما نقولو هادك الرماد اللي كيبقى يطاير يعني كتخلي الدنيا نقية وصافي غادي نجيبه هنا يا الكويرات تعالكتا وغادي نحطوهم هنا في الجوانب موسيقى موسيقى وصافي البنات غادي نستعمروا بحلاكة غادي نستفو الكويرات ديالنا وطبيعة الحال البنات ضروري ترافقوا الشيواء بشي شليتات وشي تخير بيقات ما شاركتوش معاكم هنا في الفيديو غير قلت نشارك معاكم الطريقة ديال الترقات ديال الكفتا كما كندير ليها انا ومرة اخرى ان شاء الله هنشاركوا التفاصيل المومي اللي ان شاء الله صافي البنات موهم هاد الطريقة غير للعشاق ديال الفاخر جبت لكم هاد طريقة جديدة بحالكة بالنسبة اللي ما كيصبش كيفاش يشعل فاخر وصافي بكا نستمروا في تقليب ديالهم حتى كيوجدوك نقدموهم بالصحة والراحة وهذا ما كان البنات بصحتكم وراحتكم ونهاركم بروك واللي عجب هالفيديو ما تنسىitures تضر لي решيعيك خليوا ايا تعليقات البنات انتقادات اللي كان الابناتiant التي جدا عندي في القناة مرحبه بكم ما تنسewش تضروا واحد الابوني واشاركوا الفيديو مع الهل والاحباب ديالكم اللي بغي اخد افكار مرحبه بكم اللي يعجبوا الفيديو شاركوا مع الاحباب دياله وسلام عليكم البنات نهاركم بروق ونطلقوا ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله وسلام عليكم